كنت تعمل الفيرال كنت تعمل الرابط راج كنت عند قناة في اليوتيوب ضروري لا سيخصصك تأتي الصور هذه الصور يخصصهم بجودة عالية و بدون حقوق الملكية سأعطيكم خمسة من المواقع التي تعتبروا كنز في الويب ستقدر تشبه منهم صور بدقة عالية و بدون حقوق الملكية اولا اخوتي السلام عليكم و رحبكم في درس جديد على القناة دي لكم استيفان اليوم ان شاء الله احبيت نشارك معكم واحد الموضوع المهم بزاف والذي طلبوني ادراري في تعالق باش نعطيكم طريقة الحصرية كيفاش نجبدو صور بجودة عالية و بدون حقوق الملكية حتى لا نطول عليكم بزاف فنعطيكم اليوم خمسة دي المواقع ان شاء الله اللي كانوا وعدكم انهم غير يعنيكم على الويب كامل يعني هاد الخمسة دي المواقع هما فشاد بقوط تلي شرجة وتصور دي لكم وفيديوهات قاعدة لك حتاجت لهم فاولا نتقلوا لأول طريقة والتي هي التقليدية لنا عارفيناش دراري واكتر ما عارفيناش فبنسبة لجوجل كندخله مثلا لجوجل عمنا هنا فكل شيء يعرف باننا إلا بغينا نجبدو الصور كنجيو هنا كنديرو موض منتع الصور مثلا سوف نديرو دوغ يعني من اللي غير تعطيني هاد الكلمة هذي فقد يعطوني مجموعة هذي الصور هنا بجودة مختلفة يعني هناك يعطوك جميع المواقع اللي حطين الصور دي الكلاب يبرتجيهم لك ولكن في عدنا المشكل المشكل هو انك لهزتي هاد الصور هذي تقدرت حتى عندك في سيت او في القناة ديلك ويجيك واحد البالاغ بانك انتهكت حقوق الملكية وبغادي يقدروا ينزل عليك سدو لقاس سيت لهذا اخي الكريم قبل ما تهجش الصورة ستأتي لهذه الاعدادات وتأتي لهذه الأدوات اللي هنا وتشوف هنا حقوق الاستخدام ما الذي ستدخل ستلقى بان اللولة التي لم تتم تصفيتها بحسب الترخيص هنا يعني لك بانك تقدر تهز الصورة لا يوجد حقوق الملكية ولكن تستطيع ان تكون عليها يعني ليس لهذا يقدر تحطمت هذه الصورة وتبلغ ويقدر يبلغ بك ويقدر ينبحك هنا كانت من المرتبة الثانية كانت المصنفة على انها قابلة لإعادة الاستخدام مع التعديد يعني هذه تقدر تهز الصورة ولكن ضروري تعدل فيها اما تزيدها في الكنتراس اما تزيد فيها اما تزيدها في الكنتراس اما تزيدها في الكنتراس اما تزيدها في الكنتراس بالنسبة لهنا كانت المصنفة على انها قابلة لإعادة الاستخدام هذه التي تهمنا أخيتي يعني انفوا كانت ندخل هذه اي صورة طلعت لنا تفاعدنا الحق ان نأخذها ولا يوجد ما يقول لنا لماذا أخذتها يعني متفاهمين سوف نرجعوا لكي تفهموا الأصناف الأخرى كانت المصنفة على انها قابلة لإعادة الاستخدام غير تجاري مع التعديل هذه أخوتي تقدر تهزدها في بروفيل فيسبوك تقدر تديرها في سنابشات تقدر تديرها في أي شيء ولكن لا تقوم بغرض تجاري يعني لا تربح بها الفلوس اما هذه الأخيرة فهي المصنفة على انها قابلة لإعادة الاستخدام غير تجاري كذلك هذه غير قابلة نفس غير هذه تقوم لك تعدل عليها يعني تزيدها لوجو تعدل عليها في الكولور وهذه يقول لك تقدر تهزدها ولكن لا تربح بها الفلوس يعني هنا ما يهمنا هنا هنا أخوتي هو أن تدخل هذه الوسطانية المصنفة على أنها قابلة لإعادة الاستخدام يعني هذه الصور لك يخرجون لنا هنا يا فره كلهم أصحاب هذه الصور عاطين حقوق للناس أنهم ياخدوها و لا سيتابعهم لا قانونيا لم تدير متفاهم هنا أخوتي هذا هو الكنز الأول أما بالنسبة للماوقع الثاني اللي هو هذا هذا خوتي يعني كنز من الكنز اللي خدامين بهم جموعه الناس إما في الأربيطراج إما في يوتيوب يعني جميع الناس قدامين بهذا الموقع عادة مجموعة عن الناس قدامين بهذا الموقع عادة فأولا اخوتي الطريقة سهلة تأتي هنا تأتي معها موحد الكونت ستقول لي ليش إذا قدرت الكونت هنا ستعطيك الحق أنك تليشارجي بكل سهلة أما إذا بقيتك التليشارجي بصورة بصورة فسيوقع واحد المشكل يعني كتصورة التليشارجي الأولى التليشارجي الثانية سيحاوله يتحققه من الهوية ديالك يبقى يطلع لك البطشات ودخله من هنا وخرج من هنا سيطلعك الحق عادي يطلعك الحق لكي تهز الصورة لهذا لكي نتفادى هذا الشيء ستأتي لنا وكتقيد بكل سهلة سأرى مقيد كما قلت لكم أخوتي سأرى مقيد هنا بالنسبة لكم سأرى لكم هنا المهم لا أعلمنا مثلا نريد أن نفعل شيئا نفعل مثلا لنرى ما سيطلع لنا سيطلعون جميع الصورة لديها علاقة بالحب فمثلا نعجبتني هذه الصورة سأدخل لها وهنا هنا نريد أن نوصلها لكم فمثلا أخي هنا سأعطوك الصورة بهذا المقاس 644-426 هنا مقاس 1180-853 هذا المقاس مثلا بالنسبة للناس في اليوتيوب وهذا المقاس أما هذا المقاس الرعب فهو بجودة عالية جدا سأرون معي يعني الصورة حجمها 4 ميجا يعني صورة رائعة تستطيع أن تضموها و لا تخسر الصورة وهذه هي الطريقة التي أريد أن نريكم أما إذا جئت مثلا نريد أن نرى فيديو نرى هنا نرى هنا نرى فيديو نرى إلوسترات نرى إيماج فيكتوريال مثلا هذه نعطينا صور تستطيع أن تدخل لهم و لا تدخل لهم يعني لا تدخل صور المرسومة تستطيع أن تدخل لغو و تدخل لغو لغو هو الموقع الثاني نرى أخي هنا و نرى الموقع الثالث هذا الموقع الثالث بالنسبة للناس الذين لديهم قنوات اليوتيوب يهتموا بالأكل فهنا تجد جميع أنواع الأكل المشروبات كل شيء ولكن بصورة جد جد عالية فتصوروا معي هنا صورة تدخل لها تتلقى بأن الحجم كبير و جميلة جدا فمثلا نأخذ هذه الصورة التومات ندخل هنا يعني ترى الجودة الصورة كبير فكما نقول لكم أي موقع حاولتوا أنكم تبقوا و تخدموا به ما فيها فقط تنسكريبوا معاهم تصفت لكم واحد المشروبات تنسكريبوا من بعد لديك الواجهة بكل ثلاثة وهنا تقوم بعمل تلشارجة ندخلوا هنا لتلشارجة والصورة معي كبير و بعض دواني و من بعد ندخل الصورة مثلا عندي هنا نرى الصورة التي قمت بتحميلها من قبل من نفس الموقع يعني صورة جميلة جدا وهذا هو الموقع الثالث الذي كان لدينا سوف نضيف الموقع الرابع بيكسل ونجد هنا مجموعة من الموقع تستطيع ان تختار اللاعج ونرى مثلا نرى مثلا نضيف الموقع يضيفنا جميع الصور التي تحمل هذه الصورة وقريبة لديك المعلومة نرى صورة جدا ونرى الجودة نضيف الموقع نضيف الموقع هذه الصورة هنا تحميلتها ونفس البلان بيكساباي نضيف الموقع نضيف الموقع نضيف الموقع هذا الموقع كما نقول لكم لكي تسهلوا عمليات تحميل الصور ونأتي للموقع الأخير اللي هو كوبون بيكس هذا خاص بالناس الحرفيين الذين يريدون الصور يعني شيء حاجة اللي عنده علاقة بالحرف الخياطة عنده علاقة بالإبداع يعني وخانتك تقدر تبلك بأنه موقع ما تهمك ولكن الناس اللي عندهم هاد النيتش هاده الخياطة ون يلقوش بحال هاد الصور هاده فهذا الموقع هاده يخول لهم بشيزو الصور يلقوش الصور اللي تبعه النيتش جياله الآن هنا هاده هما خمسة مواقع اللي قلت لكم يعني الموقع الأول هو جوجل إيماج قد دخول لها كدير الطريقة اللي قلت لكم الموقع الثاني هو بيكساباي هذا هو أريدكم الطريقة الموقع الثالث هو هذا والموقع الرابع هو هذا بيكسل والموقع الخامس هو هذا كوبون بيكس الموقع الثالث هنا كان هذا هو الدرس و لا تنسوش أخوتي اشترك في القناة ندير الجيم للفيديو بارتاجي مع أخوتك وفعل الجارس لأنه إلا فعلت الجارس أي فيديو بارتاجيته يطلع عليك أنت الأول وكتستفد من المعلومة أنت الأول دمتم في رعاية الله أخوتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر